في الحقيقة دايما موضوع الزيادة السكانية بيعتبر من أهم القضايا اللي الدولة المصرية بتبذل فيها جهود كبيرة جدا على مدار سنوات طويلة جدا من أجل التوعية بخطورتها من أيام الحملات بتاعة تنظيم النسل ومن أيام الإجراءات اللي بتاخدها الدولة من خلال التوعية المجتمعية ولكن مبارح في الحقيقة كان فيه خبر مهم جدا على عدد سكان مصر واللي زاد خلال 9 شهور مليون نسمة إحنا دلوقتي رسميا وصلنا لمية وسبعة مليون نسمة مبارح رقم ده مش رقم كبير بس ده رقم بيحمل مع تحديات وفرص كتير لأن الدولة المصرية بتبقى عاملة مشاريع على هذا الرقم بنبقى عاملين إن إحنا مية وسبعة مليون محتاجين فصول تعليم محتاجين صحة محتاجين محتاجين إسكان وفجأة نبقى مية وثمانية مليون وفجأة نبقى مية وتسعة مليون فده طبعا موضوع محتاج وقفة منه طبعا الموضوع ده أعتقد أن إحنا محتاجين نتكلم فيه كده ونوسع النقاش فيه نقاش كبير علشان نقدر نعرف أسبابه وكمان تأثيراته على الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية خصوصا إن إحنا شايفين تراجع في معدل الموليد اليومي لو جينا نترجم كلامنا بلغة الأرقام هنلاقي أن متوسط الموليد دلوقتي بقى 5385 مولود يوميا ده طبعا رقم كبير لكن الرقم الكبير ده لو بصينا عليه هنلاقيه بيظهر تراجع مقارنة بالسنوات اللي فاتت يعني السنوات اللي فاتت كان الأعداد بتبقى أكبر من كده بكتير ولكن لسه في مناطق زي أسيوت وسهاج برضو فيها أعلى معدلات للموليد وإن كان فيها تراجع ولكن لسه بتسجل أعلى أماكن صحيح يعني الدولة لو بتبذل جهود هتلاقيها بتبان في المدن طبعا من أجل حالة الوعي من أجل الناس بتبقى فهمة الحملات بتبقى أكثر احتكاكا باللي بنقوله في العاصمة ولكن طبعا وابدو أن الصوت لا يصل إلى الصعيد وخصوصا فيما يتعلق بهذا الأمر القصة مش بس يعني تراجع عدد الموليد خلال السنوات الخمس اللي فاتت يعني هذا الأمر بيدل على أن فيه جهود من الحكومة احنا مقدرين هذه الجهود وشايفين أو ممتنين جدا لأن يعني عدد الموليد بيقل مش زي الملايين اللي فاتت يعني المليون الأخير ده أخد شوية وقت ولكن لسه للأسف بزيادة مستمرة ولسه يعني شايفين الأعداد بتزيد ولسه عندنا ارتفاع سنوي في معدل الموليد وبرضو لسه حنقول تاني ده يا جماعة بيشكل تحدي كبير على كافة المستويات ياريت إخواننا في الصعيد يسمعونا ده بيشكل تحدي كبير على كافة المستويات ده بيشكل تحدي على الصحة على التعليم على الإسكان الدولة بتبقى عاملة يعني ميزانيتها على عدد معين فجأة هذا العدد بيتضخم ويتضخم ويتضخم وهي دي المشكلة اللي مصري فيها من سنوات طويلة جدا هو ده لما نيجي نترجمه نقول لما نيجي نتكلم عن الحاجة اللي بتمس كل بيت الكسافة السكانية أو كسافة الفصول لما نيجي نقول الفصل ده عدد الأطفال فيه زيادة هو عدد الأطفال فيه زيادة علشان معمول حساب عدد فصول معين وكذلك الحال في الوحدات الصحية ومشاريع الإسكان والمواصلات وغيرها وغيرها والصرف الصحي لأنه عدد الناس تستطيع وعلى ده الحال لما نيجي نركز على كيفية إزاي بقى نتعامل مع الرقم الكبير وإزاي تبعات الرقم الكبير بتاع الموليد موجودة على الاقتصاد احنا عندنا تراجع وده رقم محترم على فكرة لأن احنا بنحسب بالكسور ما بنحسبهاش طبعا بالأرقام الكاملة لكن لازم نقول أن لسه الأعداد بتاعة الموليد بتمثل تحدي حقيقي في ظل الأزمات اللي احنا شايفين العالم كله بيشهدها في الفترة الأخيرة مش احنا بس يعني احنا مش بس نتكلم عن أرقام كمان بنتكلم عن تأثير مباشر على موارد الدولة على جهود رفع مستوى المعيشة اللي كنا بنتكلم عليها تعليم صحة خدمات وغيرها ورفاهية صحيح احنا عايزين نوصل لمرحلة يبقى فيه رفاهيات كمان وإن كان في دول شايفة اللي احنا فيه ده لعمة كبيرة انت عارفة طبعا أوروبا والقصة اللي حصلة فيها ان طبعا فيه مشكلة كبيرة عندهم في عدد المواليد عدد المواليد بيقل بسبب حالات كثيرة جدا بسبب الحالة الاجتماعية للمجتمع الأوروبي بسبب مظهور المثليين بسبب الثقافة الأوروبية المتحررة كل ده خل المجتمع الأوروبي يتضاءل يعني كامش احنا عندنا الشباب أكتر شريحة في المجتمع احنا عندنا معدل مواليد عالي دي نعمة احنا مفروض نستغلها ازاي ان احنا نعلم صح لكن هل الدولة قادرة تعلم صح؟ الدولة كلما تعمل ميزانية على التعليم هنلاقي نفسنا بندور في دائرة مفرغة يعني عايز أقول التحديات دي يا جماعة مش مقتصرة بس على قصة الأعداد لأن فيه فرق واضح جدا ما بين معدلات المواليد بين المحافظات يعني برضو زي ما قلنا محافظات زي أسيوت وزي سهاج بتسجل معدلات مواليد عالية جدا فين المحافظات زي بور سعيد وزي ضميات بتسجل معدلات أقل التفاوض ده ليه أبعاد اقتصادية وليه أبعاد اجتماعية محتاجة دراسة عشان نفهمها عشان نفهم تأثيرتها ليه؟ يعني أهالي ضميات أو بور سعيد الأقل في حين أن أهالي أسيوت واسهاج الأكثر المجتمع الصعيدي ليه بيسمح بده؟ نركز حملاتنا في الحتة دي نودي الناس بتوع المجتمع المدني اللي قادرين يوصلوا للناس دي نكثف الحملات الخاصة بالسوشيال ميديا نكثف الحملات الإعلامية والإعلانية نوصل للناس دي بكل الطرق من خلال وزارة الصحة من خلال وزارة التعليم من النهاردة كمان يعني الفصول بتسهم جدا أنا لما بروح أقول لابني وابني بيروح لقول لأمه ده نوع من أنواع التواصل الحكومي اللي بيحصل في عدد كبير جدا من الحملات يمكن يا مصطفى لما نيجي نتكلم عن حاجة زي كده بنتكلم عن مورسات صحيح وتقاليد وسقفات كانت موجودة قابلة جدا أنها تتغير وقابلة جدا أنها تتأثر ولكن إحنا عارفين أن الحاجات تي بتاخد وقت طبعا علشان نقدر نغيرها طول ما هي ما بتمسش يعني الأساس بتاع البناء بتاع الأسرة المصرية فيمكن فيه لسه ناس بتقبل على أنها تفضل تخلف عدد أكبر علشان تقدر أنها تستخدم مثلا البعض فيهم في بعض الأعمال وده يمكن القانون جرمه أن عمالة الأطفال يمكن قبال على الإنجاب علشان خاطر الولد أو البنت وده برضو أعتقد أنه هو في الفترة الأخيرة حملات إعلامية وإعلانية كتير اتكلمت عن الموضوع ده المسح اللي حصل للأسرة المصرية أكد أن الجهود معمولة وفيه جهود كتير بتتعمل عشان تعدل وتحسن معدلات الإنجاب وزي ما قلنا الثقافات والمورسات هي اللي بتأثر على قرار الإنجاب في بعض المناطق يمكن علشان كده إحنا بنركز على أن احنا نتكلم في الموضوع ده ونتكلم على تنظيم الأسرة في كتير من الأوات وده إزاي حيأثر على الأسرة المصرية وإزاي نبقى عارفين أن ده حيفرق معنا جدا في العلاج حيفرق معنا جدا في الأسعار كمان بتاعة الأكل لأنه كل ما بيحصل إقبال أكبر على سلع كل ما سعرها بيرتفع فأعتقد أن ده حيفرق معنا كلنا وحيصب في مصلحتنا كلنا كمصريين يمكن النهاردة حابين نتكلم عن الموضوع ده مع ضيوفنا الموجودين معنا في الستوديو حنتكلم كتير عن مواجهة الزيادة السكانية والتحديات اللي بتواجه المجتمع والحكومة كمان في إدارة النمو السكاني حنكون موجودين معاكم النهاردة على مدار ثلاث ساعات منصبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة